نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقنا والواقع يقول علماء كبار بأن الإسلام دين شامل لكل نواحي الحياة وبشكل خاص في أعماله وأخلاقه هذا ما سنناقشه في حلقتنا اليوم مع الدكتور حسن الخطاف دكتوراه في العقيدة الإسلامية ونائب عميد كلية الشريعة في جامعة حلب سابقا أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا مرحبا حياكم الله ما هو الإلزام الخلقي الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قضية الإلزام هي قضية مرتبطة بالأخلاق فالأخلاق تبقى من حيث الواقع نظرية لا قيمة لها إن لم يكن هناك دافع أو قوة تدفع إلى هذا الفعل الأخلاقي يعني نحن قلنا أن الفعل الأخلاقي هو الفعل الذي يمدحني الناس عندما أفعله أو يذمونني عندما أتركه طيب تصور لو أنني لم أفعل هذا الفعل الذي هو واجب علي أن أفعله أو أنني تركت أو أنني فعلت فعلا واجب علي أن أتركه إذن ماذا يكون هذا؟ هذا ما يسمى عندنا بالقوة الدافعة أو ما يسمى عندنا بالإلزام الأخلاقي يعني الإلزام قوة خارجية أو قوة داخلية تدفعني إلى هذا الفعل وأشعر بتأنيب أو أشعر بعقوبة لو لم أفعله ما معنى قوة دافعة داخلية أو خارجية؟ ما هو الدافع الداخلي عادة أو الخارجي؟ أخي الآن لو ذكرنا مثلا بعض النماذج حتى تتضح الصورة أكثر لإخواننا المشاهدين تصور الآن يعني مثلا لو أخذنا قضية الثورة هناك الكثر من إخواننا ينامون الآن بالعراء حتى أكلت بعض الذئاب يعني دخلت والتهمت وأكلت يعني افترست بعضا منهم طيب الآن أنا عندما تكون عندي مال وأستطيع أن أقدم لإخواني ولا أفعل أستطيع أن أساعدهم وأن أخفف عن آلامهم ولا أفعل إذن ما الذي يدفعني إلى هذا ينبغي أن تكون هناك قوة؟ ما هذه القوة؟ هنا مثلا قد تكون قوة الخوف من الله وربما تكون قوة من السلطان يعني القوة لها متعددة أنا عندما مثلا أريد أن أربح ومطلوب مني أن أربح شرعا مطلوب مني أن أسعى ولكن عندما أسلك طرقا ملتوية وأغش وأحتال وكذا طيب ما هي العقوبة التي تنتظرني لأنه فعلت هذا الفعل؟ ينبغي أن يكون هناك عندي قوة وازع ما يسمى عندنا وازع أو قوة أو دافع إذن هذا الإلزام الأخلاقي على فعل ما جزء لا يتجزأ من قضية الأخلاق لأن الأخلاق حقيقة من غير إلزام قد لا تسمى أخلاق في الأصل أو قد لا يلتزم فيه أحد لأن الكثيرين من الناس قد لا يسلكون مسلك الفطرة أو لا ينضمون تحت الفطرة ليقولوا نحن فطرتنا سليمة لا هناك أحيانا تحتاج إلى قوة نعم تحتاج إلى سلطة رادية تحتاج إلى سلطة وهذه السلطة ربما تكون قد تكون خوف من الله وقد تكون خوف من السلطان قد تكون خوف من الناس أو من أجل السمعة ربما الخوف على السمعة نعم نعم هنا قبل أن ندخل إلى الإلزام الخلق الإسلامي لو تعطينا لمحة عن الإلزام عند غير المسلمين ما هي مصادر الإلزام عند غير المسلمين؟ هو أخي الآن سبحان الله الشريعة الإسلامية جاءت بدين متكامل يضب الحياة لمصالح الإنسان في الدارين في الدنيا وفي الآخرة الآن والوازع عندنا والقوة الدافعة والإلزام الأخلاقي هو مرتبط بالشرع لكن أولئك الذين كانوا قبل الشريعة الإسلامية أو كانوا في فترات بين الرسالات هم الموجودون الآن ولكنهم لا يخضعون لمعايير الشريعة الإسلامية لا شك أن عندهم قوة إلزام لكن الخلاف هل هذه تسمى قوة؟ وهل هذا الإلزام قوة الإلزام عندهم هي قوة صحيحة؟ هل هذا المعيار الآن في أوروبا؟ الأخلاق النفعية هي المنتشرة ما يسمونه عندهم بالمصالح التي يجلبها الشخص وهذا هو الخير الخير هو أن تجلب لنفسك المصالح طيب ما هو الإلزام عندهم؟ مثلا الإلزام قد يكون إلزاما فرديا وقد يكون إلزاما جماعيا حسب المصلحة نعم لكن الإلزام الفردي هو تقديس الفرد لذاته ولو كان هذا الفرد فوق مصلحة المجتمع يعني ما أراه أنا نفعا ينبغي أن أراه لغير نفعا لاحظون ينبغي يعني بمعنى آخر لو لم أفعل يكون هناك تأنيب للضمير فقط نعم لو تعطينا لمحة عن مسألة الضمير يعني هناك كثير من الناس يقولون أنا عندي وازع ذاتي أنا زلمي عندي ضمير ضميري ما بسمح لي ما معنى كلمة الضمير التي يستخدمونها الكثير من الغربيين؟ أخي نحن صراحة لا نستخدم هذه الكلمة عندنا شيء ما يسمى بمراقبة الله سبحانه وتعالى عندما أشعر أنا بمراقبة لله هذه المراقبة تدفعني إلى فعل الأخلاق تدفعني إلى الاستقامة في السلوك تدفعني إلى المعاملة الحسنى مع الجران تدفعني إلى عدم الظلم إذن حتى عندما أكون في بيتي لوحدي لا يطلع علي أحد إذن هذه أشعور بالمراقبة هم يسمون ذلك ضميرا يعني تأنيبا داخليا يعني بمعنى آخر هو يقيس نفسه على غيره في حالات الصدق وفي حالات الكذب فعندما لا يرضى لغيره هذا الفعل هو يقول أنا لا أرضاه لنفسي أيضا نوع من ما يسميه تأنيب الضمير لكن نحن لا نثق بهذا التأنيب لماذا لا نثق به ليس من فطرة الله سبحانه وتعالى هذا الضمير؟ والله سؤال جيد حقيقة لو بقيت الفطرة سليمة كما هي لا كلنا قلنا بهذا ونحن نعلم أن الشريعة هي بمثابة القميص بمثابة اللباس للفطرة لكن هل الفطرة بقيت كما هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال كل مولود يولد على الفطرة النقية صافية لكن أين الفطرة الآن ذهبت بها الرياح مذهبها؟ لم تبقى الفطرة كما هي بسلامتها ولو بقيت الفطرة كما هي لقلنا نعم فطرتكم سليمة أين الفطرة فيما يحصل في بلادنا اليوم؟ أين هي هذه الفطرة؟ انقلبت الموازين وتكست الفطر وبالتالي نحن لا نطمئن إلى ما يسمى بالفطرة ما لم يكن هناك ارتباط العبد بالله سبحانه وتعالى إذن ما يسمى عندهم بالضمير نحن عنا في الشريعة الإسلامية اسمه مراقبة الله سبحانه وتعالى أليس هو نفسه الذي نقول عنه الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى؟ بالضبط وهذا إن شاء الله سنخصص له حلقة في المستقبل ما نحن نسميه بالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أخي نحن لماذا أنظر إلى مسألة لماذا نحن نرفض قضية ما تسمى هذه بالوازع أو ما تسمى بالفطرة ما لم تكن مرتبطة بالله لأنهم سيختلفون في تكيفها يعني خذ مثال أنا ممكن أمثلة كثيرة من واقعينا أنا فقير معدم متعب أشتغل مثلا على تكسي يعني هذا أجرة اليوم والليلة يعني حتى تسد رمقي وأولادي وعائلتي وإذا بي صاحب سيارة يركب معي ينزل أمشي وإذا مثلا وإذا أجد مثلا في هذه يعني وإذا ترك حقيبة مملوء ذهبا ومملوء صائغ مثلا أخي ماذا تقول الفطرة هنا ليس من السهولة هنا ولا سيما إذا كان هذا فقير ولا سيما إذا كان هذاك مقتر لا ينفق أبدا ربما بعض الناس ربما من الفطرة هكذا تقول أخي خذ هذا المال هي غنيمة لكن شرع الله سبحانه وتعالى غير ذلك تشعر بأن هذا المال ليس لك حتى لو كان هذا المال وجه يعني هنا مثلا على سبيل نعم هذا السائق هذا الآن يعني عندما وجد هذا المبلغ عليه أن يعلم أخي طبعا لا يعطي تفاصيل دقيقة لأن كل الناس يدون إليه عرفت؟ يقول حقيبة فيها أشياء ثمينة يعني يعطي بعض التفاصيل وهذا ما يسمى عندنا في الفقه الإسلامي باللقطة وتبقى يعرف بها لمدة سنة كاملة أما إذا كانت شيئا من الأشياء التوافه القليلة ممكن أن يتصرف أمر كان زو قيمة زو مبلغ سمن كبير هذا نشر عليه مدة سنة هنا لكن القيمة هنا هي قيمة حسب العرف نعم يعني ما نراه اليوم عندنا مثلا هنا قيمة قد تختلف ما يراه غيرنا والحروب الآن ما كان له قيمة أصبح يعني إذن المجتمع والأشياء هي تختلف قيمتها من مكان إلى مكان هذا بالنسبة للضمير والوازع الداخلي هناك بعض الناس يقولون أن هناك وازع خارجي أو إلزام خارجي هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل فاصل قصير ونعود عزانا المشاهدين أهلا وسهلا بكم أعزانا المشاهدين دكتور الناطة الأخيرة التي تكلمنا عنها كانت موضوع الوازع الداخلي الذي يسميه الغربيون الضمير ونحن نسميه مراقبة الله سبحانه وتعالى ولكن بالمقابل نسمع بعض العلماء يقولون أن هناك سلطة إلزام خارجية وهي سلطة المجتمع فما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟ نحن عندنا سلطة خارجية ليست فقط في المجتمع حتى السلطة الدينية ما تسمى بالسلطة الدينية هي سلطة خارجية حقيقة الشريعة الإسلامية أعطت قيمة كبرى لهذا الأمر عندنا قضية الأمر بالمعروف والنهي على المنكر يعني هذه مرتبطة بالوازع عندنا قضية أن يمدح الناس هذا الشخص مرتبطة بالوازع مرتبطة بالإلزام عندما يذم الناس هذا الشخص طيب قد تقول لي هل يجوز نعم يجوز عندما يرتكب هذا ويجاهر بالمعصية حتى لا غيبة له أخي ونحن نعلم أنه في الشريعة الإسلامية يعني هناك أشياء استثنية من الغيبة والغيبة أن تذكر الشخص بما فيه طيب أليست هذه وازع نعم وازع أنا عندما أجد اسمي لأنني غشاش أو لأنني محتكر أو لأنني أستغل ظروف الناس أو لأنني أرتكب المبيقات الناس تتحدث عني هنا أخافه على نفسي إذن هذا وازع اجتماعي والشريعة في واقع الأمر إذا حققت كلام الناس إذا حقق مصلحة في هذا فهو مطلوب وبالمقابل مثل مسألة السؤال على الزوج أو الزوجة أو ما سبق أيضا لا يعتبر غيبة لأنني في ذلك مصلحة أبدا أنا تاجر لأسألك عن فلان من الناس وأنت تعلم أنه يعني غش في المعاملات عليك هنا أن يكون جوابك دقيقا كذلك أنا بدي أتزوج أسألك عن بنت فلان هل تعرفها كذا فإذا أنت مثلا من خلال جيرانك علمت أن صوتها مرتفع على أن سلوكها غير مستقيم عليك أن لا تقول لي عليك أن تقول لي الحقيقة وإلا وقعت في الغش ونحن هذا نوع من النصح في الإسلام إذن هذا ما يسمى في الإطار الخارجي أيضا عندنا الأديان ونحن لكي يكون الكلام مضبوطا الوازع الذي نثق به صراحة أنه الدين الإسلامي لأن تلك الأديان حتى ما تسمى من الأديان السماوية حرفت أخي وهذا جزء من عقيدته إذن يجب أن نفرق بين وازع ديني ووازع إسلامي الوازع الديني مفهوم شامل مفهوم شامل الذي يعبد الحجر والبشر عبادة ممكن هذا الدين لكن حتى نقول ما يسمى بالأديان السماوية في هذا السياق نحن نقصد حقيقة الوازع نقصد الإلزام الذي يصدره من الشريعة الإسلامية قد تقول لماذا لأن تلك الكتب حرفت يعني كيف أنا أثق حقيقة كيف أنا أثق بوازع مثلا في الإنجيل في الإنجيل المقدس يتصور على أنه ابنة يعني لوط عليه السلام يعني على أن ابنة لوط يعني الكبرى منهم قامت فأسكرت أباها وثم جاءت بالأخرى نعم كيف أثق أنا بهذا إذن لاحظ هنا يعني التحريف الذي طال هذه الأديان جعلني أهرع في واقع الأمر وأثق بالشريعة الإسلامية بدنا نفتح ملف حساس جدا وهو ملف الإلزام الخلقي الإسلامي هل يمكن أن يكون الإسلام مصدرا ملزما للأخلاق بالمقابل في عنا الناس بتقول لك نحن ما بدنا حكم إسلامي نحن بدنا حكم علماني الحكم الإسلامي لا يصلح لأن يكون سيدا في هذا العصر إنما هو حكم كان تاريخي ويمكن أن يطبق في التاريخ أما في الوقت المعاصر فنحن نريد الحكم العلماني والدين لله والوطن للجميع فما تعليقكم على هذه المسألة استاذ فرهاد نحن للأسف في كثير من المسائل دائما نكون بصدد الدفاع عن ديننا لنقول لهم هاتوا أنتم ماذا قدمتم من نماذج يعني خير لنا من أن ندافع حقيقة يعني دائما نقول هم تحدثوا عن المرأة ثم ذهبنا لبحث عن مبررات أن الشريعة الإسلامية يعني أعطت الحقوق للمرأة وتحدثوا عن الحكم وعطينا مبررات لكن ابتداء أن نقول لهم أعطونا النماذج التي قدمتموها أنتم كعلمانيين أين هي هذه النماذج؟ يعني النماذج التي قدموها إلى الآن أخيها لا تصلح في واقع الأمر لا تصلح وما يسمى على أن الحقوق حقوق العباد متساوية ها نحن نرى في بلاد أليست يتبجحون بها في سوريا يتبجحون بأن الحكم علماني وكذا وأن الحقوق متساوية ألم يبدل الدستور الذي هو له قيمة عليا والذي لا ينبغي هكذا وأصبح مثل القميص يفصل على ذلك الرجل إذن بمعنى آخر هذه القضية يتم الدجل فيها نحن نقول لهم أعطونا أنتم ماذا قدمتم من نماذج حتى في فرنسا حتى في أوروبا أخي أين هي العدالة التي يسمونها عدالة؟ إذن هذه مسألة نحن نقول هاتوا وهذا يكون عوضا على أن ندافع نقول لهم لحن نطرح عليكم ما هي النماذج التي قدمتموها أنتم في التاريخ؟ هذا أمر الأمر الثاني أخي نحن علينا أن نثق يعني أن نثق بديننا وأن نقدمه للآخرين اقتناعا منا كما يريده الله سبحانه وتعالى ولعل بعض العلمانيين يعذرون أنهم لم يروا نماذج تغنيهم أنا لا أريد أن أبحث عن سلامة النيات من جهة ولكن من جهة أخرى ينبغي أن نكون واضحين في تصوراتنا إلى الآن النماذج التي تطرح على أنها حكم إسلامي لم نجد نماذج صحيحة يعني حتى قضية الحكم الإسلامي ما هو الحكم الإسلامي؟ كثيرا ما يطرح الدولة الفلانية أقامت نحن لا نتحدث عن أيامنا هذه منذ زمن نسمع أن الدولة الفلانية أقامت الشريعة الإسلامية وأقامت حكم إسلامي ويقصدون به الجانب القانوني وهو قضية العقوبات والحدود وما إلى ذلك المشكلتنا ليست فقط في الغرب في فرنسا أو أوروبا أو أمريكا وما شابه مشكلتنا الآن في المجتمع الإسلامي نرى إنسان مسلم يعني بيصلي ويصوم وقد يكون رايحة الحج حتى بيقول لك يا أخي أنا صحيح أنا مسلم ولكن أنا ضد الحكم الإسلامي بصريحة العبارة يعني فماذا نقول لهذا الشخص؟ طيب أخي كل ما تقدم يعني ربما يعذر هذا لأنه لم يرى حكومة إسلامية راشدة ولا سيما الضخة الإعلامي في تشويه سمعة المسلمين وربما أيضا بعض النماذج التي نراها في واقعنا والتي يعني تسعى لبناء دولة إسلامية ليست بالمفهوم الذي في أذهاننا وبالمفهوم الذي نريده المبني على العدل وما إلى ذلك يعني باختصار لم يرى أولئك في حال كونهم صادقين لم يروا نماذج نظيفة نزيهة للحكم الراشد الإسلامي نعم طيب أجي بالمقابل بيقول لك هل يمكن أن يصير في عنا حكم إسلامي عادل يعني؟ لماذا أخي؟ لأن الإسلام هو مرتبط بالفطرة لكن أنت لو نظرت إلى شدة العداوة التي يعني يواجه بها المسلمون من غيرهم وجهل المسلمين بدينهم يعني لو جمعنا هذين الأمرين فالأمر أصبح صعب لكن هذا الدين أخي مرتبط بالفطرة ومدام أنهم مرتبطون بالفطرة فالنفوس تقبله إلا أننا نعاني من أمرين إثنين نعاني من عداوة الآخرين لنا ونعاني من جحلنا بديننا في الحكم الآن أنا في قضية الحكم الإسلامي أغلب من يتحدث عن الحكم الإسلامي لا يفهم من الحكم إلا قضية هي قضية الجانب القانوني قضية العقوبات وقضية الحدود وهي في الأصل ليست من مقصد الشرح حقيقة يعني بمعنى ليست مقصودة لذاتها وإنما هي روادع أخي في القوانين الآن نحن مثلا في المؤسسات وفي المدارس وفي الأنظمة دائما تضع حقوق وواجبات ثم تضع الروادع اللي هي عقوبات فنفهم الشريعة ونختزل الشريعة على أنها يعني وحكم الشريعة على أنه فقط هذه العقوبات أجلد وارجم لا وإن كانت هذه مطلوبة مطلوبة لكن أن نسويقها للناس يعني نظهرها للناس على أن هذا الحكم الإسلامي فهذا حقيقة هو تزوير للواقع نعم نشكركم جزيلا شكر فضيلة الدكتور نشكركم أعزائنا المشاهدين وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لنتابع الحديث في الحلقة القادمة عن المصادر الإسلامية في الإلزام الخلوقي دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة